حالة الأدب حالة مؤثرة بعض الأفراد معدبين عدهم حالة الأدب بعض الأفراد معدهم هذه الحالة هذه مؤثرة في المعصية هذه الحالة حالة الوفاء مؤثرة في المعصية وعدم المعصية هذا هو المنعم نحن فد واحد عادي أنعم علينا بنعمة أستاذ تتلمذنا عندنا ثلاث أعوام أربع أعوام إلى آخر حياتنا نذكره نترحم عليه نترضى عليه الله اللي يعطاني كل شيء أهون الناظرين علينا حالة الأدب حالة الوفاء حالة الحياء حالة الحب حب الله نحن نفهم حب الله يعني شنو لو مجرد لا حب الله حب الإمام الحسين الآن ما عندي وقت حتى أبين حب الإمام الحسين حب الله حب الله يعني شنو مجرد مفهوم نظري لو حالة وجدانية إدراكية نحن نقول الألم هذا مفهوم نظري الآن إجا في ذهنكم لكن ما هو الفرق بين مفهوم الألم وواقع الألم حب الله حب الله يعني شنو يحبهم ويحبونه يعني شنو يعني مفهوم الحب المفهوم النظري في المنطقة الذهنية الباردة هذا حب الله أو واقع الحب في المنطقة الشعورية الحارة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الرواية موجودة في جامعة السعادات راجعها للنراقي إن نبي الله شعيب بكى حتى عميت عيناه حسا عميت شنو معناته ذاك بحث آخر يعني عميت له ضعفة حسا أي شي يكون معناته ليش يبكي فرد الله عليه بصره ثم بكى نبي الله شعيب حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره إحنا ليش ما نبكي لأن هاي المبادئ مو موجودة عندنا أو موجودة بشكل ضعيف في قلوبنا ونفوسنا ليش إحنا ما نبكي كثير منه الخلل في النفسية ثم بكى حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره فلما كانت الرابع أوح الله إليه لماذا تبكي ليش تبكي يا شعيب إلى متى يكون هذا أبدا منك إيش قلت بشي إيكن هذا خوفا من النار تخاف من جهنم فقد أجرتك وإيكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك جنة مباحة إليك لماذا تبكي فقال شعيب إلهي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك جهنم تخوف ولكن مو بكائي خوفا من جهنم ولا شوقا إلى جنتك الجنة يشتاق إليها ولكن بكائي مو شوقا إلى الجنة ولكن عقد حبك على قلبي منعقل إحنا في الحب المجازي العابر إذا تحبون فد واحد إشلون تتبعون الرضا فد عبد المولى قال له ماذا تحب أن تلبس قال ما تحب أنت المولى قال له ماذا تحب أن تأكل قال ما تحب أنت أين تحب أن تنام قال المكان الذي تحبه أنت أنا عبدك ولكن عقد حبك على قلبي فكيف بالحب الحقيقي إحنا الحب المجازي نفتهمه حب الرئاسة نفتهمه حب الشهرة نفتهمه حب المال نفتهمه ونركض طول عمرنا للجاه والرئاسة والمال والأشياء الدنيوية الزائلة الحقيرة كثير منها أين الحب الحقيقي؟ ولكن عقد حبك على قلبي فأوحى الله إليه أما إذا كان هذا هكذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران عشرة أعوام أو ثمانية أعوام نبي من أنبياء أولي العازم وهو موسى بن عمران يخدم نبي الله شعيب الذي عقد حب الله تعالى على قلبي اشتركوا في القناة